ازايكو عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير هنتكلم عن الوحدة التالتة الدرس الخامس هنتكلم عن صورة 25 يناير 2011 وصورة 30 يونيو 2013 صورتين دول كانوا مهمين جدا وأظن منكم سبع عنهم لأنهم كانوا وقتهم قريب صورتين دول كانوا مهمين قوي في تاريخ مصر الحديث لأنهم سهموا في تطور مصر بشكل كبير جدا صورتين دول الفرق الزمني ما بينهم قليل جدا تعالوا نتكلم الأول عن صورة 25 يناير 2011 صورة 25 يناير من الصورات الفريدة في التاريخ المصري الحديث والمعاصر ليه صورة 25 يناير من الصورات الفريدة؟ الصورات الفريدة يعني اللي ملهاش مسيحة اللي مش هيحصل زيها قبل كده أو محصلش زيها قبل كده بدليل زي ما درسنا قبل كده في الصورة العربية وصورة 19 وصورة 23 من يوليو صورة 25 يناير التكنولوجيا وسائل الاتصاد أو وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي سهمت في قيامها سهمت في قيامها وسعدت في انتشارها بكل أنحاء مصر وسائل التواصل الاجتماعي اللي كلنا بنستخدمه اللي هو الفيسبوك وتويتر بيقولي أن صورة 25 يناير ما كانتش وليدة التاريخ ده بس لا مش المصريين قرروا كده أن هما هينزلوا من البيت علشان يقوموا بصورة لا في التاريخ ده أو اليوم ده لا كانت في حركات سياسية احتجاجية المصريين قاموا بيها قبل التاريخ ده قبل التاريخ ده الحركات دي مهدت لقيام الصورة دي صورة 25 يناير صورة 25 يناير زيها زي أي صورة هنتكلم عن أسبابها هنتكلم عن أحداثها هنتكلم عن نتائجها أول حاجة أسباب صورة 25 يناير 2011 ده سؤال بيجي بما تفسر إيه أسباب صورة 25 يناير أول سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر بسبب إيه برضو ممكن يجي لي ده سؤال بيما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية وقت صورة 25 يناير أو أثناء صورة 25 يناير بسبب بسبب حاجتين اتنين بسبب سياستين سياست الانفتاح الاقتصادي وسياست الخصفصة أول سبب سياست الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية يعني إيه سياست الانفتاح الاقتصادي يعني الدولة بتفتح اقتصاد البلد يعني الدولة بتشجع التجار والمستوردين اللي هما يشتروا أو يستوردوا السلع ومنتجات من بره أنا علشان أشتري منتجات وسلع من بره أكيد أنا بسحب العملة اللي موجودة في البنوك عندي وبحولها لعملة البلد اللي أنا هشتريها منها ده بيضعف الاقتصاد المصري بالتحديد كمان من غير ضوابط علمية من غير قصص يعني أنا بشجع على الاستيراد لمجرد الاستيراد دي أول حاجة عندي اتباع سياست الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية تاني سياسة التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة يعني إيه سياسة الخصخصة كلمة الخصخصة جاية من كلمة القطاع الخاص القطاع الخاص بيقوم إنه بيشتري شركات القطاع العام والقطاع أيضا الحكومي إنه بتكون ملكة للدولة القطاع الخاص ده بيجي بيشتريها بس للأسف بيشتريها بأقل من سعرها الحقيقة لصالح فئة من رجال الأعمال يعني اللي بيشتري مؤسسات الدولة دي سواء الشركات اللي تتبع القطاع العام أو القطاع الحكومي اللي هي ملكة للدولة بيشتريها رجال الأعمال للأسف بيشتروها بأقل من ثمانها قطاع الخاص بحد ذاته هو مش سيء لكن تطبيق السياسة نفسها هي اللي كانت غير سليمة السياسة دي قدت لإيه؟ ما النتائج المترتبة على التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة قدت لإيه؟ ده سؤال بي ييجي ارتفاع الأسعار قدت لإرتفاع الأسعار العاملين اللي كانوا بيشتغلوا في القطاع العام أو القطاع الحكومي ده اللي تبع الدولة لما تم شراء المؤسسة اللي كانوا بيعملوا بيها القطاع الخاص مشاهم استغنى عنهم قعدهم بالنظام اسمه نظام التقاعد اللي هو نظام اللي هو على المعاش يعني فطبعا اضطروا العاملين دول انه هم منضمين كده لصفوف البطالة اللي منها عدد كبير من الشباب بحكم ان احنا دولة اصلا بنعاني من البطالة العاملين اللي كانوا بيشتغلوا في القطاع الحكومي ده ونتيجة لسياسة الخصخصة انضموا للشباب اللي بيعانوا من البطالة البطالة وقاموا بوقفات احتجاجية اول سبب عندي تدهور الأوضاع الاقتصادية تاني سبب عندي سوق الأوضاع الاجتماعية ده سؤال بيجي بما تفسر ليه الأوضاع الاجتماعية سيئة لان الفوارق الاجتماعية ما بين طبقات المجتمع كانت فوارق كبيرة جدا مع الفوارق دي ايضا بيحدث غياب للعدالة الاجتماعية يعني ناس معها صروات كتير قوي وناس ما عندهاش اصلا صروات او ما عندهاش اي موارد تالت سبب عندي من اسبب صورة 25 يناير تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعلمية اي خدمة الدولة بتقدمها للأسف متدهورة من صحة وتعليم استمرار العمل بقانون الطوارق دي ربع سبب قانون الطوارق في ضد مصر تشتغل به او فضل العمل بي من بداية ما تولى الرئيس محمد حسني مبارك الحق من اكتوبر عام 1981 لحد سنة 2011 هو ايه اصلا قانون الطوارق ده؟ قانون الطوارق ده اللي هو انا ممكن اقبض على شخص قهرا يعني ظلم هو مش عارف هو عمل ايه ومش عارف انا هحكمه ولا مش هحكمه يعني السياسة كلها او القانون ده نفسه مش واضح مش واضح ايه انا ليه بقبض على الشخص ده او هحكمه ولا مش هحكمه اصلا مش معقول مصر هتفضل طول 30 سنة من سنة 81 من بداية تولى رئيس مبارك الحق لحد سنة 2011 مصر بتفرد او بتشتغل بقانون الطوارق ده هي ليه اصلا مصر اشتغلت بقانون الطوارق ده؟ مصر اشتغلت بقانون الطوارق ده لان قبل ما يتولى رئيس محمد حسني مبارك الرئاسة او الحكم كان تم اغتيال الرئيس محمد امر السادات فبناء عليه تم فرض القانون ده ايضا اخر حاجة في اسباب صورة 25 يناير 2011 تزوير الانتخابات البرلمانية المجلس الشعب سنة 2010 اي دولة بيكون عندها برلمان اللي هو مجلس الشعب المجلس ده بيكون ليه كل حزب بيبقى ليه عدد من المقاعد للأسف نتيجة للتزوير ده حصل الحزب الوطني الحاكم اللي بيتبعه او اللي بيتبع رئيس محمد حسني مبارك اللي هو الحزب الوطني الحاكم على نسبة مقاعد سبعة وتسعين في المية من المقاعد ودي نسبة يعني استحالة مجلس يحصل على كم نسبة ده يعني ده اكيد فيه خلل حصل او تزوير حصل وبكده بيخلوا المجلس من اي اصوات معرضة للحزب الوطني الحاكم اللي هو الرئيس مبارك او سلطة الرئيس مبارك على الدولة ما فيش حد هيعرض اي قرار بياخده ده مجلس الشعب فعلا دي صورته هنتكلم بقى دلوقتي عن احداث الثورة تم اختيار يوم 25 يناير بداية الاحتجاج والتظاهر السلمي المكان كل ميادين مصر في المدن المصرية السويس واسكندرية والمنصورة واهم ميدان عام كانوا المصريين محتشدين فيه بشكل كبير جدا ميدان التحريق موجود هنا في القاهرة الثورة استمرت 18 يوم الثورة استمرت 18 يوم في خلال 18 يوم دول حدثت احداث كتير هنتكلم عن اهم او ابرز حدثين في خلال 18 يوم دول حدث اضطراب شديد جدا جدا للأمن الشعب المصري قابل الاضطراب ده بتكوين ما يعرف باسم اللجان الشعبية بما تفسر تكوين الشعب المصري ما يعرف باسم اللجان الشعبية ليه يكونها؟ علشان يحمي المنشآت والمناطق ويواجه اعمال السرق او الحرق والترويع اللي كانت منتشرة في الوقت ده نتيجة غياب طبعا الأمن نتيجة الكل اللي انا قلت ده تمت الاستعانة بالقوات المسلحة والقوات المسلحة المصرية او الجيش المصري وقفوا جنب المصريين وحموا الممتلكات والمنشآت سواء العامة او الخاصة وحافظوا على أمن المواطنين طيب النظام بقى النظام فين من كل اللي بيحصل ده؟ النظام حاول نظام مبارك حاول يهدق الصوار او يهدق غضب المتظاهرين في كل ميادين مصر وانتخذ عدة اجراءات عمل حكتين عين نائب ليه الرئيس مبارك عين نائب ليه وفوض له كل صلاحياته وإداله كل صلاحياته الرئاسية يبقى عين نائب ليه وفوض كل الصلاحيات الرئاسية ليه تاني حاجة عملها شكل حكومة جديدة النتائج بقى الصورة تفتكروا بعد كل ما المصريين عملوه دا ووقفوا في الميادين لمدة 18 يوم هيوافقوا او هي القرارين دول هيمتصوا وضبهم ولا الشعب ده نازل من البيت مصر على خلع النظام او عزل النظام بالكامل فعلا الرئيس محمد حسني مبارك تخلى عن الرئاسة يوم 11 فبراير سنة 2011 بعد 18 يوم بالضبط وتم تسليم السلطة للمجلس الاعلى من القوات المسلحة الجيش بيدل ايضا او من نتائج ايضا الصورة زي ما قلتلكم من شوية على مدى اسرار الشعب المصري على الاستمرار من اجل تحقيق مطالبه انا نازل من البيت ومقرر ان انا هشيل النظام ده في بقى معلومة مهمة جدا ان الجيش المصري كان قوة بتساند الشعب المصري وما كانش اداة ابدا ابدا لدى النظام علشان يقمع المتظاهر او يخمض الصورة الجيش المصري كان اداة او قوة بتساند الشعب بدليل انه هو حمل منشآت والممتلكات العامة لما حدست اضطرابات في البلاد ما كانش الجيش اداة لدى النظام علشان يقمع المتظاهر او يقضي على الصبر انا كده انهيت ثورة 25 يناير من ازباب او احداث او نتائج ثورة 30 يونيو 2013 مقدمات الثورة بعد ما تولى المجلس الاعلى للكوات المسلحة زي ما قلت من شوية وتم عزل الرئيس محمد حسني مبارك وفي خلال الفترة دي كان المجلس العسكري هو المتولي امور البلاد تقدم عدد من المرشحين للرئاسة لرئاسة مصر وكان من ضمن المرشحين احد المرشحين او الرئيس محمد مرسي عن حزب الحرية والعدادة وهو حزب ديني اسلامي تم فوزه بالانتخابات الرئاسية سنة 2012 لكن للأسف سياسة الرئيس محمد مرسي محققتش او مقدمتش اي خلول للمشكلات اللي كان بيعاني منها الشعب المصري او اللي كان نازل بيطالب بيها في ثورة 25 يناير الا وهي العدالة الاجتماعية والتحسين الاحوال الاقتصادية اللي الشعب المصري بيطالب بيها للأسف سياسة الرئيس محمد مرسي او السياسة الجديدة محققتش اي مطلب للشعب المصري وهي العدالة الاجتماعية وايضا استمرار سوق الاحوال الاقتصادية في عهد الرئيس محمد مرسي احداث الصبر نتيجة طبعا لان الشعب ادرك مدى خطورة الوضع او مدى سوق الاوضاع ما زالت سيئة المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيصدر بيان علشان يحافظ على الامن وما يحصلش اللي حصل في ثورة 25 يناير اصدر بيان يوم 23 يونيو 2013 وقال في ايه؟ وقال ان القوات المسلحة مسئولة مسئولية وطنية واخلاقية تجاه الشعب المصري تاني هقول اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة حفاظا على الامن العام للدولة بيان يوم 23 يونيو 2013 وضح في ايه؟ وضح في الكوات المسلحة او وضحت في الكوات المسلحة انها مسئولة مسئولية وطنية واخلاقية عن الشعب المصري بتحتم على القوات المسلحة انها تمنع مصر من ان مصر تنزلق في نفق مظلم او مصر تدخل في نفق متعرفش تخرج منه نتيجة للأوضاع السيئة اللي كانت موجودة من الصراع والاقتتال او الفتن الطائفية ايضا دعت في البيان القوات المسلحة دعت فيه الى ايجاد صيغة للتفاهم والمصالحة الوطنية مع الاصوات المعارضة والرئيس محمد مرسي المصالحة دي تكون في خلال اسبوع لكن للأسف الرئيس محمد مرسي رفض كل الاصوات اللي بتدعو للحوار وايضا المعارضين للرئيس محمد مرسي رفضوا الحوار ورفض ايضا الرئيس محمد مرسي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة فبالتالي نتيجة الكل اللي انا ذكرته ده خرقت جموع الشعب المصري في اعداد كبيرة في الميادين والشوارع مرة اخرى في صورة جديدة بيطلبوا بيها مرة اخرى بالتغيير يوم 30 يونيو 2013 بيعبروا فيها عن رأيهم ورغبتهم في التغيير نتائج ثورة 30 يونيو 2013 تم عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013 وتم تسليم السلطة الى رئيس المحكمة الدستورية العالية اللي موجود قدام حضراتكم في الصورة هو رئيس المحكمة الدستورية العالية هو المستشار عدلي منصور لحين اجراء انتخابات رئاسية يعني المستشار عدلي منصور هيتولى الحكم لحد ما يتم اجراء انتخابات رئاسية مرة اخرى وبيتم تعديل الدستور اللي كان صدر في عهد الرئيس محمد مرسي سنة 2012 وتم صدور دستور جديد سنة 2014 وبتعقد انتخابات رئاسية وبيفوز المرشح الرئاسي الرئيس الحالي لمصر هو الرئيس عبد الفتاح السيسي دي نتائج صورة 30 يونيو 2013 عزل الرئيس محمد مرسي تسليم السلطة للمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العالية وده بيكي سؤال الى من تنسب الاعمال بعد عزل الرئيس محمد مرسي تولى السلطة او تم تسليم السلطة المين؟ المستشار عدلي منصور وتم صدور دستور جديد سنة 2014 وعقدت انتخابات رئاسية وفوز المرشح الرئاسي او المرشح الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكده مصر بتبدأ صفحة جديدة في تاريخها الحديث للشعب المصري كله امال وطموحات اللي يتم تحقيق مطالبه اللي طالب بيها اكتر من مرة في صورة 25 يناير وفي صورة 30 يوني هلا وهي تطبيق الديمقراطية واقامة عدالة اجتماعية وبكده مصر بتسير في خطوات جدة نحو التقدم والاصدهار في كافة المجالات نتمنى لمصر كل السلامة شكرا لكم وقابلكم في درس جديد باي باي اشتركوا في القناة